بمخلفات الوضعية الجوية ومن ولاية البليدة أين عاش سكان مركز فروخة تابع لبلدية السمعة ليلة بيضاءة بعد أن غمرت المياه منازلهم نتيجة تهاتل الأمطار الغزيرة خلال 24 ساعة الأخيرة تغطية في الموضوع لعادة العباس نتيجة تهاتل الأمطار الغزيرة ومن خرجوا فيه وقارتت عمره قال لك على ستة شهر فيها خير دخلتنا الشتاء للدار حتويننا بالبيادين مننا رأنا يوميا هكذا كينا كي جيراني كيقع رأنا قع نسوفني رأنا في حلالة لا نشوفك فيها البرد علينا كلش 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 علينا الترنيد ما مثقوب نخافوا فانيك الصور تعالفوقي تعالفوقي تعالينا تعالشاركا يشوفوا لينا يشوفوا لينا بسكو ماذا بنا المسؤولين يعرفوا وقع وشرا نصارينا هنا نطلب من السلطات يا أخوي يجي شوفونا في بلدية الصومعة لينيال في الفوضاوي رأنا مغبونين بزيف اشتاء كل حاجة مضرورة من كل جهة وعدنا حيث في الكوتي نمنا يتحمل ذكي راشي وقدمنا يتحمل ذراري وقدمنا في عديون الناس يا أخوي ماذا بكم تشوفوا لينا شوي يا أخوي تعطونا السكن ترجمة نانسي قنقر